متعارف عليها أن الحزب الديمقراطي الأمريكي في إدارة أوباما للولايتين كانت لديها سياسات في الشرق الأوسط وتحديدا في العراق يعني لا يخفى على أحد كانت هناك يعني أيران كانت مقربة من الحزب الديمقراطي ومن البيت الأبيض في تلك الفترة وكذلك أيضا هناك اتهام واضح لهيلاري كلونتون وإدارة أوباما بأنها هي من صنعت داعش ولذلك عودة على سؤالك السابق بأن المكون السني لديهم خشية في هذا الجانب لكون قد تكون هذه الإدارة قد تعيد نفس السياسات السابقة لذلك لربما كان هذا الإطار العام أما فيما يخص السيد المالكي فهي بالتأكيد يعني هو يقصد بأن ما جرى في إدارة ترامب تجاه العراق لا سيما يعني ما جرى في العراق من ضرب لبعض الأهداف الحيوية ومنها عملية المطار فبالتالي هذه هي يعني الرسالة كانت واضحة بأنه يجب أن لا يتبع نفس السياسة التي اتبعها ترامب في الساحة العراقية ولذلك يعني اليوم يعني الكل يترقب ويترقب بحذر كيف ستكون الإدارة الجديدة هل ستكون يعني إدارة تتماشى مع الرؤية الأمريكية تجاه المنطقة ولكن الكل يعلم بأن يعني الأمريكان هم يتعاملون مع الواقع ترجمة نانسي قنقر